ونتكلم عن تجربة الكتابة بالعامية والفصيح هل هي تجارب إبداعية أم خيارات إبداعية؟ أستاذ محمد شكرا جزيلا أنا طبعا حتى لأنه أنا عندي تقريبا 20 سنة في السعودية وطبعا أخ هاني عارفت أرف ده وأنا متابع بكتب في النقضة الأدبي طبعا قبل النقضة السياسي نعم وبكتب في الصحف السعودية من 20 سنة فمتابع هذه الساحة أتكلم عنها الأخ هاني بالإضافة لأنه العهد الجديد الآن الذي يتبلور في السعودية صراحة من الأهمية بمكان أن الناس تتثمبه كثير لأن الآن المنقى العربية السعودية تسعى تنفتح على الحياة بما تستحقه بما يستحقه هذا المجتمع من أنه يكون ما يكون أسير لنموذج أيدولوجي يعمم على أنه دين هذا خطأ كل الناس تعرف هذا الحقيقة يعني من المستحيل أنه تأطر مجتمع كامل في نمط أيدولوجي في اجتهادات شخصية لأفراد وتعميم على أنه هي دين فلذلك الآن الغطأ الحاصل ده أعتقد أنه مقدمة لإمفتاح كبير جدا وكلام اللي قالوا أستاذ هاني بخصوص الاتعادة السعرية بحجم هم جدا لأنه هذا بعض شوية حجم مخرجين وحجم موسيقين كبار والمملكة جزء من العالم هذا موقع جوهرية